ده فيما يخص المباريات فيما يخص الدوري بكرة عندنا مباراة في الدوري بتجمع ما بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا المواجهة مش بس مرتقبة علشان هم فارقين الاتنين بيسعيان لتحقيق الفوز ولا لأنها بثلاث نقاط ولا لأن الزمالك عايز ياخد الصدارة ويبتعد عن الأهلي حتى ولو مؤقتا ولا عشان سيراميكا كليوباترا عايز أنه يحاول يقرب شوية من المربع الذهبي ويرجع له مرة تانية بعدما كان دخله بالفعل وابتعد عنه فوصل للمركز الثامن بالنظر لأنه مع 21 نقطة لو كسب هيتساوى مع المقصة في رصيده اللي هو في مربع الذهبي مش دي كلها خالص الحاجات الأهم هي مهمة بل وأهم لكن مش دي اللي احنا بنتكلم فيها اللي بنتكلم فيها دلوقتي هي أنها المباراة الأخيرة لمستر جامي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك اللي أكيد والله لو ما بيتكلمش مصري والله لو ما بيفهمش عربي والله لو ما بيفهمش إلا بورتغالي في حياته فهو أكيد وصله اللي بيتقال هنا واللي بيتقال هناك فلما تقرى العنوان بتاع أنه الزمالك لم يتحدث مع باتشيكو أن باتشيكو لا يعلم شيئا عن إقالته فهو أمر غير منطقي لأنه أكيد لو كلاء مصريين أكيد وصلوا هالو يعني فأكيد باتشيكو عارف حتى ولو ما حدش رسميا قال له أنت ماشي أكيد هو عارف أنه ماشي تبقى للأحداث المتلاحقة في الساعات اللي فاتت أو في الأيام اللي فاتت فباتشيكو بكرة رغم كل اللي بيتقال ده مطالب بكرة أنه ينزل مع لعبته ويركز في تحقيق الفوز على سيراميك كليوباترا على الجانب الآخر أكيد هيثم شعبان نازل مباراة بكرة دي وهو بيلعب على دي فريق راجع من تعثر إفريقي فريق بيديره مدرب يقولون أن علاقته بلعبته مش أحسن حاجة بل وفي اتهام أنه هم اللي ماشيينه دي مش معلومتي أنا ده اللي بيتقال ومدرب ماشي بعد المباراة بساعات فأكيد دي كمان نفسيا وفنيا هيلعب عليها المدير الفني المصري في مواجهة البرتغالي لكن البرتغالي هيحاول يسيب ذكرى إيجابية وهو ماشي لأنه بالفعل عنده ذكرى إيجابية عند الجمهور اللي النهاردة اعترض على رحيله لكن الواقع أن الجمهور مش بس معترض على رحيله بل أنه كمان معترض على بديله